أو 20-20 إيه؟ لا ده فيه رقم قياسي تاني وهنا منتكلم بس عن رقم القياسي الخمس نهايات متتالية؟ لا ده فيه رقم قياسي تاني من 2017 لـ 2024 تمى النهائيات الأهل يلاعب فيهم سبعة تمى النهائيات الأهل يلاعب فيهم سبعة 2017 مع الوداد في المغرب 2018 مع الترجي في تونس 2019 خرج من دور التمانية لكن 2020 الفاينال مع الزمالك 2021 مع كايزر تشيفز في المغرب مباراة على الأرض محايدة 2022 مباراة على ملعب نادي الوداد كان نهاية أفريقيا 2022 2023 مباراة زهاب وإياب مع الوداد والفاينال كان في المغرب أخيراً رجعنا من تاني نلعب الفاينال في استاد القاهرة شوفوا بعد الفترة دي كلها أخيراً الفاينال في استاد القاهرة الناس تقولي 2020 كان في استاد القاهرة وقتها كانت قرعة ما كانش ملعبك وقتها ما كانش ملعبك وقتها كانت قرعة ما بين الأهل والزمالك والوداد والرجاء اللي هيلعب أو الفريتين اللي من دولة واحدة يوصلوا فينال لعبه المباراة على الأرض فما كانش ملعب الأهلي كان ملعب محايد زي ما بيقولوا ف17 كانت الفاينال في المغرب 18 كان الفاينال في تونس 21 كان في المغرب 22 كان في المغرب 23 كان في المغرب 20-20 ملعب محايد وكانت المباراة بن جمهور شوف بعد كم سنة يعني بعد كم سنة بعد 2013 آخر فينال دوري أبطال بعد 11 سنة الأهل يرجع يلعب فينال في استاد القاهرة أنا بتكلم على دور الأبطال لأن الأهل وصل فينال كونفيدرالية 2015 على استاد القاهرة ماتش سي سبور ولكن في دور الأبطال بعد 11 سنة الأهل يرجع للستاد القاهرة عشان يلعب فينال لأن 2013 يتلعب على استاد المقاولين العرب 2012 كان في ملعب رادس أيضا 2008 كان مباراة الأهل والقطن الكاميروني لو هتحسب فينال أفريقيا مع القطن الكاميروني 2008 نقدر نقول بعد 16 سنة الأهل بيعود عشان يلعب فينال دور الأبطال على نفس الملعب اللي لاب عليه فينال 2008 مع القطن كان أرقام قياسية كبيرة وعديدة لو هنتكلم عليها من النهاردة لغاية بقرة حاجة تانية انت بتلعب 17 نهائي ان شاء الله تكون البطولة 12 تبقى خدت البطولة دي 12 مرة من 17 فاينال فقدت البطولة 5 مرات بيذن الله ان شاء الله تكون البطولة الـ 12 من 17 نهائي تاريخي بقول لكم أرقام الأهل بيكسر أرقامه القياسية هو مش بيكسر أو داخل فيه منافسة معنادي تاني لا الأهل بيكسر أرقامه القياسية أعرب المنافسين حتى في الوصول لنهايات مين الترجي 9 نهائيات الزمالك 8 نهائيات كتوك ومازنبي 7 نهائيات ولكن الأهل 17 نهائي 20 مباراة متتالية انتصارات بلا خسارة في دور الأبطال مارسل كولر قصر الرقم القياسي للبرتغالي مانويل جوزي مارسل كولر حقق 20 مباراة متتالية بلا خسارة في دور أبطال أفريقيا منذ المباراة الشهيرة مع ساندونز في بريتوريا في مارس إدر مارسل كولر بعدها يلعب 20 مباراة لم يتلقى أي خسارة انتصارات وتعادلات خارج الديار ولكن كل المباراة الحمد لله بلا خسارة كلها أرقام قياسية كبيرة جدا النادي الأهل بيعاد الرقم ريال مادريد الأسباني في الوصول للنهائي المرة السبعتاشر وبيعاد الرقم ريال مادريد الأسباني بالوصول للنهائي للمرة الخمسة على التوالي الريال حقق هذا الرقم في الستينات في دور أبطال أوروبا الهل في الألفية الجديدة بيعقق هذا الرقم خمس نهائيات متتالية بقول لكم الأرقام القياسية الكبيرة جدا خمس نهائي على التوالي سبع سنوات تنهائي من أصل تمن نهائيات ولو بتتكلم على الأهداف الأهلي في دور أبطال إفريقيا سواء في دور المجموعات أو في الأدوار النهائية محقق 18 هدف دخل مرمى الأهلي هدف وحيد فقط دخل مرمى الأهلي هدف وحيد كان في تنزانيا أمام يانجي أفريكانز التنزاني مصطفى شبير سبع مباريات متتالية منذ أن تولى مركز حراسة المرمى في النادي الأهلي سبع مباريات كيلين شيد سبع مباريات متتالية كيلين شيد 630 دقيقة لم يدخل مرمى مصطفى شبير أي هدف رقم قياسي لحارس صاعد بيتواجد مع الأهلي في أول مسابقة إفريقية لمستقبل حراسة المرمى في النادي الأهلي بخير ومع عودة الشناوي الحارس الأول في مصر أصبحت الأمور الحمد لله تحط في بطنك بطي خصيفي الأساسي واللي كان بديل قبل كده وبقى أساسي دلوقتي اللي اتنين هم أفضل حراس في مصر وأفريقيا دلوقتي مفيش حد في أفريقيا دلوقتي محقق نفس الأرقام اللي محققها مصطفى شبير كل دي أرقام مهمة جدا لكن لو تتكلم على مين الأكثر مشاركة في المباريات محمد هاني 990 دقيقة علي معلول 900 دقيقة محمد عبد المنعم 278 دقيقة بيرستاو 670 دقيقة حسين الشحات هدف الأهل في دور الأبطال خمس أهداف لقب 673 دقيقة بس كهربا من 9 مباريات حوالي 400 دقيقة جايب أربع أهداف تاني الهدفين بعد محمود كهربا عبد المنعم مبارح هدف الفوز أو الهدف الأول في مزنبي هو أول هدف للسنة دي في دور الأبطال الأفريقي وهو كان صاحب الهدف التاريخي في الوداد في نهاية العام الماضي نفس الأمر أكرم توفيق نفس الأمر ليه وسام أبو علي في حاجة مبارح كانت إيجابية جدا بالنسبة للأهل فعصر الاحتراف صعب جدا أنك تلاقي فريق بيعتمد على أكتر من 50% من لعب قطاع الناشئين في الفريق الأول وبتلعب نهاية إفريقيا أو بتلعب دوري الثمانية وسيمي فاينال دوري أبطال إفريقيا النادي الأهل رغم عصر الاحتراف والطموح اللي عند البعض والملايين اللي تتصرف ووصلت الميزانيات بالمليارات الأهل المبارح بيلعب نصف نهاية دوري أبطال إفريقيا أمام مين؟ أمام مازمبي بكم لعب من قطاع الناشئين؟ بستة ستة من لعبي النادي الأهلي ولاد النادي الأهلي من قطاع الناشئين مصطفى شبير لعب النادي الأهلي في المرحلة السنية موليد 2000 رامي ربيعة من قطاع الناشئين موليد 93 أحمد عبدالقادر موليد 99 من قطاع الناشئين في النادي الأهلي محمد عبد المنعم موليد 99 من قطاع الناشئين في النادي الأهلي محمد هاني موليد 96 من قطاع الناشئين في النادي الاهلي احمد نبيل كوكا موليد 2001 من قطاع الناشئين في النادي الاهلي ست مراحل مختلفة سنية في قطاع الناشئين كانت متواجدة مبارح في الفريق الاول بتلعب سيمي فاينال دورة ابطال افريقي امان فريق عنده حارس سنغالي وعنده لعابين محترفين سيمبا نفس الامر يانجي افريكانز نفس الامر سانداونز بملياراته بفلوسه جايب لعابة من اوروجوي ومن البرازيل الترجي عنده اتنين برازيليين مقصرين الدنيا ولكن الاهلي عنده لعبين محترفين ولكن القوام الاساسي مرسل كولر اعتمد مبارح على ستة من حداشر من قطاع الناشئين في مختلف المراحل السنية تبدأ من مرحلة 93 وتروح لمرحلة 99 وال96 وال2000 و2001 هو ده تواصل الاجيال دي ارقام ما ينفعش نعديها اللقطة دي والرقم ده والمشهد ده ما ينفعش نعديه الانتصار حلو والتأهل جميل ولكن لازم نبروز التفاصيل اللي موجودة في المباراة بتواجد هؤلاء اللعبين